السلام عليكم. دي هتكون المقدمة في سلسلة دروس هعملها ان شاء الله في عن الزيبراش. المقدمة هتكون بس بنتكلم هو ايه الزيبراش وليه بنستخدمه اهميته ايه في مجال ثري دي. ممكن الموضوع ياخدنا لحبة بعض الالفاظ والمصطلحات اللي ممكن تكون جديدة عليك او التكنيكة شوية. اه متقلقش الالفاظ دي هنشرحها قدام شوية بشكل مفصل اكتر. في المقدمة دي هحاول يقدي فكرة بس عن هو ايه الزيبراش. وعلاقته بالبرامج التانية وهشرح نقاط القوة والضعف في البرنامج. وده هياخدنا اهم سؤال دايما بالسئلة. هو زيبراش ولا زيتبراش? والاجابة هتكون. زي ما احنا بنقول في مصر. نقول اخواتنا في الخليج بيقولوا تجول. فهي نفس الكلمة بس اختلاف آآ اللهجاتها. بمهم دلوقتي ده بس هنفتح فوتشوب عشان اشرح عليه الصورة دي. مش هنشرح فوتشوب. والحبة والبرامج التانية بتاعت الثري دي. زي مايا وماكس بلندر سينما فور دي ماري. او ماري برضو نفس اختلاف الهاجات. في برامج الماتو سمى او الناس بتسميها او هم سموا نفسهم ثري دي باكيج. ثري دي باكيج يعني هو بيعمل معظم الحاجات. وفي متخصصة في حاجة واحدة او في حاجتين او في تلاتة وبتعملش حاجة تانية خالص. او فيها حاجات مبسطة جدا شابه حاجات تانية. يعني طبعا احنا عارفين دي مش كل البرامج اللي موجودة طبعا بس البرامج معظم برامج اللي احنا متعودين عليها او بنسمع اسميها. فهتلاقي زي مايا والماكس اه انا حاولت اعمل ده عشان نحاول نشرح معها بعض. طبعا اقدر قوي اصفر متوسط احمر ضعيف. والاكس دي يعني ما بيعملش اصلا الحاجة دي خالص. فزي عندنا المايا والماكس. غالبا تشبه بعض شوية ان كان المايا برضو اكبر شوية. اه بلندر سين وفور دي هم ده لقتي شبه بعض جدا. ممكن بلندر يكون في حتة تانية مخصص فيها بتاعت الجيمز بس ده مش موضوعنا. هتلاقيهم برضو شبه بعض شوية. اه ماري ما بيعملش اي حاجة غير تكتشور بينتنج. اه زي براش هو اصلا برنامج ديش دل زي وزي الماد بوكس. اه وفي حبة ممكن تساعدك من تتعمل حاجات تانية او ممكن اه ما تكونش اقوى حاجة فيه بس يعني ممكن تعمل بها حاجة ممكن تساعدك في الشغل ممكن تطلع بها شغل بس مش قوية زي برامج التانية. زي مسلا التكتشور بينتنج. التكتشور بينتنج في زي براش او في ماد بوكس. هم الاتنين ضعاف جدا. ممكن يكون ماد بوكس احسن شوية من زي براش. اه لاختلاف نقطة هقولها قدام شوية. بس مسلا هو مش زي براش ما بيعملش خالص. المودلنج هي بس ممكن تعمل بها حاجة بس مش. اه في مصطلح متعرف عليها. دي عنايما الناس بتستخدموه اسمه دي ما احنا ممكن نشوف هنا. فكل سوفتوير هيكون ليه النقطة القوة بتاعته. اللي هو زي السوق او المجال بشكل عام. فهو زي ما الشركات بتشتغل بتحاول تخلي تخلي في الاتجاه اللي الشركات ما احتجاه وفي احتجاه اللي بيسألو بيسألو عليه. عشان الناس تستخدموا اكتر طبعا. زي ماري مسلا مع معمول للاندستري ستاندرد. آآ كان فيه مسلا زي كان معمول للجيمز بعدين الناس في الفيلم بدأوا يسألو احنا عايزين نشتغلو. ادونا مبات اكتر. ادونا يعني يسألو على حبة حاجات مش عايزين نتترك لها. فبدأ السوفتوير يمشي في الاتجاه ده. يعني مسلا اللي انا عب نقطة قوة وضعف. يعني دي من ممكن تكون مش كلها وجهة نظري يعني. بس زي اللي مروحني هنا تلاقي ان كل سوفتوير بيعرف نفسه بالنقطة هي اقوى نقطة فيه. ممكن يكون بيعمل حاجات تانية بس هما مذكرهاش لانه دي مش اقوى نقطة فيه. زي ما اياهم قالوا هو بتاع انامياشن مودلينج سيموليشن ريندرينج. او حبة كلام تاني. آآ ماكس بيقولوا عليه ان هما بيقولوا عن نفسهم مش بيقول عليه. آآ مودلينج و ريندرينج. آآ سينما فور دي هما قالوا عليه تري دي باكتج. بيرفكت باكتج كما عندهم فرحاني بنفسهم جدا. آآ زي براش آآ ديجتال اسكالبلينج. آآ ماري آآ بينتينج ان تيكشنج. او يعني تيكشر بينتينج. آآ هوديني طبعا معروف جدا. دوقتي البرنامج عمل يكوبر جدا. غريبا بيعمل كل حاجة في الدنيا. آآ برضو بيعمل سيموليشن بيعمل ريندرينج تيكشن ريجينج بيعمل معظم الحاجات. آآ ريرفلو برنامج آآ سيموليشن. فزي هنا مساء تلاقي زي براش. ما عندوش اصلا سيموليشن. ماري بيعمل سيموليشن. ماد بوكس بيعمل سيموليشن. آآ مايا في سيموليشن بتاعه. في مسلا زي برامج زي آآ ماد بوكس سينما فور دي او لا قصدي سينما فور دي او ماكس. آآ بلندر ممكن يكون فيهم التولز بتاعتهم في حاجة من الحاجات دي بس مش بيقوط برينامج تاني متخصص فيه. يعني زي براش لو هو بيعمل ديشتال سكالبتينج بيانحط. آآ سينما فور دي وبلندر جواهم تولز بتعمل كده. آآ اعتقادي واللي انا شايفه من الناس حواليه هو طبعا مش بقوط زي براش او مش بقوط ماد بوكس. لان مش هو ده اللي يشغل بيه في الشركات. ممكن يكون الاسباب تانية ممكن يكون السوفتوير احسن لهم في ان هو اشتغل جوا بتاع الشركة. يكون هو في مسلا زي يقدر يقدر يتعامل مع فايلات تقيلة وكبيرة جدا في حجم الفايلات. سهولة نقله من برنامج لبرنامج سهولة التعامل معه بين اليوزر ويوزر. فدي نقاط كتيرة جدا ممكن بتحط ليه البرنامج اقوى من برنامج او ليه اقوى في النقطة دي من النقطة دي. برضو هتكون نقطة مهمة لنا انت بعد ما نحط الشغل بتاعك ما يحتاجك تشوفه في سوفتوير تاني. زي براش لمتت جدا في الموضوع هو جواح حاجة بتعمل بس هو مش زي اللي احنا عارفانها زي كان نسمع عنها او اي ان كان. فيكون زي براش في عمله لينك يعني زي رابط بينه وبين سوفتوير تاني بينزل لوحده. اسمه ده هو برضو هم هتليوم معرف نفسهم هو بيعمل بس. اه ممكن تاخد الموضوع بتاعك اعتقد واضحة جدا في سوفتوير دي. بالموضوع بيروح على طول جوا كي شوت بتعمل رندر جواه ومبسطين الموضوع جدا ان انت مش محتاج تعمل كل التعب اللي بتعمله في براماج تري دي من اللايتينج وتستطب الماتيريال بتاعتك وتعد تزبط يعني الرفليكشن والشادوز وكل حاجة منوال. بسهلين موضوع جدا انت ممكن بس تعد تسهل موضوع بحبة يعني تكليك عزرائر. وتلاقي الموضوع اسهل لك بكتير. دي كلها حاجات المستقبل ممكن نتكلم عنها ان شاء الله. لزي براش. انا هنا فاتح فايل. اه عايز اشرح حبيت حاجات عليه. اه. دي ما احنا شايفين. هنا في زي براش انا فاتح فايل كنت اشتغلت عليه قبل كده. اه شايفينه للطفل ده. اه الفكرة ان فيه اتجاهين في وانت شغاله على البرنامج. ان انت بتعمل حاجة لبرودوكشن. از ان كان برودوكشن لفيلم او او جيمز. اه وفيه حاجة وفيه اتجاه تاني بتعمله لل للارت للفن للفن والفنانين. اه ممكن يكون الاختلافات شوية ان انت مش محتاج تهتم قوي قوي بالتفاصيل التكنيكل وانت بتعمل حاجة اه ليك او للفن او حاجة انت مسلا او انت او حتى انت عايز تعمل حاجة وتكمل عليها حاجة تري دي للارتورك اللي انت بتعمله وتكمل عليه في او في اي سوفت وير تاني هتشتغل عليه تاني. هو مفروض ان هي سهلة. اه لتري دي ممكن تخليك تعمل اي حاجة. فممكن تستخدم اللي انت هتعمله ده تاخدوه وتروح بيه سوفت وير تاني. فمش هتحتاج لو انت هتكمله في سوفت وير تاني زي غالبا يكون فوتوشوب. فانت مش محتاج تهتم بتفاصيل تكنيكل. التفاصيل تكنيكل دي هنتكلم عنها شوية هتفرق اه فرق كبير جدا بان انت هتعمل حاجة لبرودكشن مسلا رايحة للا اعلان او فيلم او. هتتحرك مسلا هتعمل لها ريندر في سوفت وير تاني. محتاج هتعمل لها كلوز سيموليشن. بيفهم الاوبجيكت ازاي. مش عايز خش اهو في تفاصيل اه تكنيكل. يعني بس هنعدي عليها بسرعة. فمسلا لو جبنا اه اوبجيكت بسيط. طبعا انا مش بشرح دلوقتي هو اي زي براش او بشرح اي مش بشرح اي تولز. فمتقلقش. انا مش بشرح اه هنعدي بسرعة على الموضوع ده. وهنشرح بعد كيف التفاصيل. بس بشرح فكرة عامة. اه ما تقلقش من اللي انا بعمله دلوقتي او اي ان كان التفاصيل. طيب دلوقتي عندنا مسلا البوكس ده. طبعا ده اسهل حاجة ممكن نفهم عليها المجسم تري دي. اه طبعا كلنا عارفين البولي البولي اللي هي المربع الجميل. مش مش البوكس كله مش المكعب. المربع ده. الوش الفيس اللي قدام دي. ارجوكم بتاع التهموش بالتفاصيل اللي انا بعمله انا بس بشرح الفكرة. اللي احنا شايفينه ده. دي البولي. اللي هي اختصار بوليجون. اه اي بتعامل مع هذا البوليجون ودي اساس ال تري دي كله. طبعا ما احنا عافين متشوف الشبكة الغريبة اللي بتبقى على الموضل دي. هي دي الشبكة. فانت عشان تنحط على حاجة زي كده. اه طبعا انت متوقع ان انت او ما هتيجي تحط براش تلاقي حاجات بتتخطوط يعني بتاعتك مش تلاقي اي حاجة بتحصل. هو بيتهزد شوية كان فيش حاجة حصلت. لان الموضوع كله معتمد على عدد البوليجون دول. يعني مسلا احنا لو اه اه لو احنا عملنا يعني تقسيم هتلاقي ان كل نرجع تاني اللون بتاعتنا. المربع الواحد بقى اربعة. لو عملنا تاني بقى المربع ستاشر بوليجون. والنقسم تاني والنقسم تاني. اللي احنا نلاحظوا ان البوليجون دي عملها تضاعف. وفي نفس الوقت هو ليه بيقل بشكل من مربع لكرة? لان هو بياخد الزاوية. لو هو مسلا احنا عندنا دي زاوية زاوية هنا تسعين. لما بيضاعف المربع الواحد لاربع مربعات بياخد الزاوية اللي في النص دي وبيقسمها على اتنين برضو. الزاوية اللي بين المربع والمربع. هتمنى تكون الفكرة واصلة. يعني المربع ده وتقسمت اربعة. يعني زي اربعة كده. بعدين هنزود تاني نضاعف تاني. تلاقي هنا الدنيا المربعات دي او البوليجون دي زادت والزاوية اللي بينها بتقل. ونقعد نزود 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 نزود. طبعا عشان هم مربع العدد قلال جدا دلوقتي لو عملنا موضوع. مشيت بالماوس. بدأت ان حد. هتلاقي فيه حاجة بتحصل. بدأنا نشوف. التفاصيل. لو زودنا تاني. نزود تاني نزود تاني نزود تاني. طبعا انت ممكن توصل من اربع مكعب اه الاربعة بتتوصل لملايين عشان انت قدر تشوف التفاصيل. نقدر لوقتي نشوف تلاقي الموضوع انا عم معنا. تلاقي قربت حاولت بتفكر مثلا عايز تعمل تفاصيل صغيرة. هتلاقي ان هنا اه هي طبعا احسن من قبل كده ما كانش فيه تفاصيل خالص. بس لسه برضو احنا شايفين مربعات صغيرة. فنقسم اكتر واكتر. تبدأ بلوقتي تقدر تشوف بقى كل التفاصيل الصغيرة اللي انت نفسك فيها. ده هي اخدنا الايه? النفس المربع اللي احنا بنقنا به. وشوف ده قاتل اللي بيحصل. اه نحنا بدأ نضعفه نضعف البوليجون نضعف البوليجون نضعف البوليجون نضعف البوليجون. تبدأ تشوف التفاصيل اللي احنا نحتناها على النسخة المضعفة منه. ده ده وقتين قدر نشوفها. لانها هي ببساطة هي نفس مربع. بس لما تفاصيله كترت قدرت تنحت عليه اكتر. لان هو ده معتمد على البوليجون دي. انا بدأت من البداية خالص بشرح كل التفاصيل من البداية عشان لو انت حد بيرسم او انت حد آآ هاوي موضوع هو مسلا خلينا نقول زيب زيب رش للجميع. فهتبقى الفكرة بس واضحة معانا شوية هو ايه اللي بيحصل ما وراء هزيه الكورر اللي احنا بنشتغل عليها. وهنبدأ نشتغل عليها طول دروس بتاعتنا ان شاء الله. آآ نفس الموضوع برضو لو احنا مسلا طلعنا الحاجة عالية. ومسلا حركنا مسلا حاجات هنا. طلعنا كده حاجات. وبدأنا ننزل في السبديفيجن. السبديفيجن اللي هي اللي احنا بنكلم عليها. كل ما ننزل هتلاقي التفاصيل بتقل والمربع بيرجع تاني لاصله اللي هو اصلا ما فيوش اي حق يعني المربع ما يقدرش يشيل التفاصيل دي. لو انت تشوف اللي بيحصل. تمام. آآ اتمنى تكون الفكرة من البصاتة دي وصلت لنا. آآ هارجع تاني للفايل بتاع الطفل اللي كان موجود. آآ هحاول بس آآ اشرح علي الفكرة بسيطة. وهنروح سري دي ماكس وبردو نحاول نشوف الفرق. آآ هنشوف مسلا الطفل زي ما احنا مسلا لو قربنا جدا. هنبدأ نشوف ان فيه تفاصيل منحوطة على الشفايف. فيه تفاصيل في الجلد. فيه تفاصيل طبعا بسيطة ان هم كانت ممكناش محتاجين نخش قريب منه في الشغل اللي احنا بنعمله. بس تفاصيل كفاية بالنسبة لطفل يعني هوا مش محتاج تفاصيل كتيرة. آآ ممكن تقريبا نبقيت كان فيها بعض التفاصيل. زي ما قلت بقى احنا عندنا هنا الموضوع ده لو قللناه خالص هنرجع تاني المبسط. اللي هو ده. آآ ليه دايما بنحتاج نعمل بتاعتنا بالشكل اللي قد يكون معقد. وليه دايما بتكون مقيد انك بتاعك آآ بالشكل ده. ده هياخدنا لموضوع تاني. هنروح معكس ونشرحه. آآ برس برضو بالمرة ممكن آآ نبص على تاني اللي هو الهدوم بتاعته. اللي برضو هي بنفس الطريقة. الابجيكت الاصلي. بسيط جدا. بالشكل ده مفوش اي تفاصيل. والتفاصيل كلها بتبان آآ مع الكتير. هو كده بسيط كل ما هنزود. طبعا هوم هي مجلش طلعت لوحدها انها. دي حبة بروسيس من نحت آآ من النحت. خلتها البان كده. مسلا زي ما احنا هنشوف تفاصيل خياطة تفاصيل دي كلها. عشان يكون شكله اوقع شاي. آآ طيب دلوقتي عملنا ده تمام بشكل كويس. آآ عزين نعمل له آآ عشان ينطلع شكله آآ واقعي. او على اقل شكله مش رمادي ومخيف كده. فده هيخدنا ماكس. آآ واحنا هنا في ماكس طبعا آآ لازم اقول ان الشغل ده كان معمول لمحمد عبدالهادي. واللي عمل آآ احمد شلبي. الكلمة هي دايما مصطلح يعني آآ متداول وسط المجال. آآ دايما مرتبط بال بالتحريك. وهو عبارة عن بشكل مبسط الهيكل العظمي اللي تحت الابجيكت الاساسي بتاعنا. اللي هيحرك الابجيكت الاساسي. يعني زي ما احنا عندنا هنا. آآ لو مسلا نشغلنا الجسم الخارجي هنشوف ان في حاجة شبه الهيكل العظمي تحت جسمه. دي البت حلينا ان احنا نحرك الكاراكتر او الشخصية. فمسلا لو احنا بسكنا اي حاجة ارجوك برضو انت كمشاهد مش محتاج تهتم تماما بلا انا بقوله او بعمله. انا بدي فكرة عن البرنامج وهنطبق هنشرح مش هنشرح تري دي ماكس ولا هنجيله. آآ بس انا بس عايز اشرح انه ليه بنموديل بالشكل ده قبل من نروح للنحتة. آآ تمام? فمسلا لو احنا انت محتاج تحرك الايد بالشكل ده. اسهل عبرنامج ان هو يحرك مبسط. لان هو برنامج هيحرك بيفهم النقط دي. ده اللي برنامج فهمه. فاحنا بنربط كل نقط بمفصلة مسلا او بجزء من الدراع. يعني مسلا او ده هيكون ده الدراع بتاع الشخصية الجزء ده مسلا كله. اتمنى هيكون بين. مسلا الجزء ده هيكون مربوط بالساعد. الجزء ده من الشخصية مربوط بال بالدراع. الجزء ده مربوط بالكتف. الراس مربوطة بالجنجمب او العدمة الراس. لو مسلا تخيل معنا طبعا احنا عارفين البرامج الرامج دي تقيلة وتقيلة ع الكمبيوتر وتقيلة ع لو مسلا ده مسلا وممكن تجربة بسيطة جدا احنا وجهنا هنا وعملنا كده. وعدت ازاود 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 هو اصلا بلنامج قال لك ده كتير جدا علي انا عربت فرقة. فهو البرامج مش مش معمولة ان هي تقدر تتعامل مع الحجم الكبير قوي من من البولي كاونت دي. ومش مش مطلوب ان انت هتعمل كده. طبعا هتقول لي ازاي بنعملو كده في الافلام ومش عارف ايه. ده موضوع ممكن نتكلم فيه ان شاء الله في المستقبل. بس احنا على قد الشغل بتاعنا مش مطلوب اننا هنعمل كده. فدايما لو انت هتشتغل البرودكشن جيمز وافلام بتتطر ان انت هتموديل الابجيك بالشكل ده. لاستخدمات تانية. التقول لي طب ما احنا هنا مش مش مسلا لما كنت بنتكلم لما كنت بنتكلم عن الخياطة والتفاصيل مش باينة خالص هنا فيش اي حاجة ولا مسلا التجعيد او الكسر بتاعت الهدوم مش باينة عنده هنا. فهو ازاي بننقل التفاصيل اللي احنا عملناها جوه زي براش لبرامج تري دي. اي برنامج تري دي انت بتستخدمه. كلهم بيتعاملوا بنفس الطريقة. ده هياخدنا الحاجة اسمها يوفي. اتمنى تكون معروفة عن بعض الناس. لو مش معروفة. فايه هي اليوفي? اليوفي بشكل بسيط. انت عشان تعرف ترسم تفاصيل او عتعرف تتلون على المجسم بتاعك. البرنامج بيفهمه بطريقة يعني هو ما يعرفش يرسم عليه كده على طول لازم تفاهمه انت هترسم فين بالزبط. والصورة بتاعتك اللي انت رسمتها هتتطبق ازاي على الموديل بتاعك. ففي هنا فالطريقة اللي بيفهم بها البرنامج ازاي الصورة اللي انت هترسمها في اي سوفتوير تاني او بها من اي حتة. هتتطبق على على بتاعك الموديل بتاعك. بيفهم بالطريقة دي. فانت يعني اقرب مسال اقدر اشرحه. اتمنى ما يكونش غريب. اللي هو اه فروة خروفة. فانت بتخيل ان انت بتفك اي مجسم زي ما بنفك فروة الخروفة. لو انت سامحني على هذا المصطلح. فعشان تفهم البرنامج يفهم ازاي هنلون او الالوان بتاعتنا هتتطبق عليه. فهاية دي. انت يعني احساسك ان احنا قطعنا الابجيكت بس هو الابجيكت متقطعش. او الموديل بتاعك متقطعش هو هو سليم. بس دي طريقة بتفهم بها البرنامج. احنا مسلا لو احنا عندنا هنا صورة. اه مسلا تخيل من دي الصورة مين هينزل فين? طب عندي صورة حبنستخدمها عشان واحنا شجارين بكون نقدر نفهم اه حبت حاجات يعني المفروب بتفاهمنا. فمسلا عندنا الجزء ده هو الجزء ده. فلو احنا شفنا هنا نلاقي الاي سيكس دي نزلت في مكانها بالزبط. فاتخيلنا هي دي الصورة انت جبتها من الانترنت او انت رسمتها وان كان. وغالبا دل الوقت كل الناس بترسم بتاعتها عشان توصل لعلى فهي دي الطريقة اللي بنفهم بها البرنامج ازاي الصورة هتطبق على الموديل. فهي دي نفس الطريقة اللي هنستخدمها من عشان نربطها بالبرنامج ده. اه بقى اي برنامج سري دي انت هتعمل على دلوقتي ازاي التفاصيل اللي احنا عملناها زي ما احنا شفنا اه التجعيد والا اه تفاصيل الهدوم والخياطة والا والكسرات والكسر والكسر بتاعت الهدوم ازاي هنشوفها في برنامج تري دي بتاعنا. طبعا زي ما احنا قلنا زي ده. متكون من ملايين بوليجونز. ده تقيل جدا عشان نقدر مش نقدر نحركه ولا نقدر نعم باي حاجة. فاحنا بناخد النسخة الخفيفة منه اللي هي النسخة ما تسمى ونروح بها برنامج تري دي. زي ما احنا شايفين عندنا هي نفس اهزف. غريبا في نفس التفاصيل. اه زي ما احنا شايفين هي نفس نفس عدد نفس عدد كل حاجة هو نفس طب احنا ازاي بقى هنشوف كل التفاصيل اللي احنا عملناها دي. زي ما احنا اتفقنا من في عشنا ناخد التقيل اللي هو كله تفاصيل اللي هو في ملايين من او المربعات دي. اللي هي تقيلة جدا على السوفتوير. اسمها الديسبلسمنت ماب. الديسبلسمنت ماب هي عبارة عن صور ابد و سود. هلنا عمل افتحها كل شيء بغلط. اللي هي الصورة دي. فاكرين اليو في اللي احنا فتحناها من شوية. لو انت لاحظت ان نفس الاوتلاين او نفس الاشكال دي اللي هي عبارة عن الهدوم بتاعت الطفل ده. هتلاقيها هنا. هي طبعا مقلوبة لاسباب تيكنيكال. مش محتاجين نشرحها. اه بس هي هي. يعني هنا نفس الحاجات باختلافنا هي مقلوبة لفوق داحت. فهدوقتي لو انا قرأت الصورة دي جوة البرنامج تري دي بتاعي. كل حاجة هتكون في مكانها بالزبط. البنطلون في البنطلون. الكم في الكم كل حاجة بالزبط. طب يعني ايه الصورة الابيض والسود دي. اللون الابيض هيزق المش هيزق المش بتاعنا لبرا. اللون هيزق المش بتاعنا لجوة. اللون هيفضل زي ما هو اكنه زيرو. يعني ايه الكلام ده? فده هياخدنا نشرح هنا. موضوع. عشان نشوف الموضوع. طبعا ما نفس الفكرة. انا هنا حطيت احنا شفناش اي حاجة حصلت. حتى لو عملت كده هتلاقي في حاجة بتحصل بس مش شايفين هي ايه? نفس الفكرة ان احنا اللي كنا بنعملها في زي براش مفروض نعملها تاني هنا في البلنامج تري دي. ان احنا محتاجين نقطر جدا عدد او بتاعتنا عشان نقدر نشوف التفاصيل. دلوقتي نقدر نشوف كل التفاصيل بتاعتنا. طبعا انت هتقول لي طبعا انت قلتلي البوليجونز الكتيرة مش بوليجونز الكتيرة وتقيلها عالسوفتوير مش قيلها عالسوفتوير. تمام. اللي انا بعمله دوقتي ده. عشان نفهم مع بعض. اللي احنا اللي كل الناس بتعمل او اللي هو الصح ان هو بتعمل احنا بنشوفش الكلام ده كله. وبيحصل جوه بس هيبقى فيه اه او سيستم او اي حاجة هتعمل نفس الفكرة يعني مشابهة لنفس الفكرة دي بس بتحصل اه اه وقت فانت بتشوفش الحاجة دي خالص اه تبقى بالتقل ده مش بقى موجودة انت هتشتغل على الوبجيكت الخفيف ده بس لما يحصل له هيطلع بالشكل الشكل النهائي بتاعه. طبعا اله احنا عارفينه اه انا فتحت فايل تاني بها الولد كان في اه في بوز مختلف. فعشان نشوف اللي احنا مقدر نقعده نخليه يجري يتحرك اه ما ما عنديش للأسف. آآ عشان نشوف بس ايه فكرة دي. طبعا زي ما احنا كنت بقولها بلكده ان احنا هنشوف الوبجيكت طول ما احنا شغالين عليه او جوه برنامج تري دي بالشكل البسيط بتاعه. وكل التفاصيل بتزهر في الرندرينج اللي هو احنا بنشتغل على هزا الوبجيكت الرمادي الشكل مش كويس. زي ما احنا هنشوف مع بعض ان عملية الرندرينج ان هو البرنامج بيحول كل المع المعلومات اللي احنا ندتهاله من زي ما احنا قلنا عن المابس. آآ نفس الفكرة المابس اللي احنا كنت بنتكلم عليها المابس اللي هي برضو مابس الالوان اللي هو زي لون الجلد مسلا آآ لون الهدوم بتاعته اللي هو لابسها وطبعا الرندرينج دي عملية زي ما احنا عارفين بطيقة قدام قدام تعد تستنى ساعات وشاعات 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 عشان في الاخرة في رديك صورة واحدة واحدة احنا نستنى مع بعض الشيط بعدين معي رجعنا الشعور وكل التقصية من السجل اللي زهرت معنا بعدين معنا نتيجة نهاية وكما وعدناكم رجعنا ثاني ومعنا الرندر زي ما احنا شفنا الوقتي كل التفاصيل تلعت معنا الخياطة اللي احنا عملينها في زي براش لو شفناها هنا تليها هي هي نفس الخياطة نفس الكسر بتاعة الهدوم طلعوا معنا على الموديل بتاعنا مع اختلاف البوز بتاعه الوضعية بتاعته ان هو قاعد بيجري بيمشي بس نفس التفاصيل اللي احنا عملناه هناك موجودة على الوبجيكت بتاعنا برضو نفس الموضوع طبعا في الوش بس عشان هو تفاصيله صغيرة جدا مش باينة هنا بس يعني اتمنى اكون شايف التفاصيل اللي في الشفايف او اللي تحت العنين اه تلعت معنا اه نفس الموضوع برضو ممكن نعد عليه بسرعة موضوع التكتشور بنتنج في زي براش زي براش زي ما احنا قلنا ان هو مش من اقوى البرامج في التكتشور بنتنج بس هو ممكن تعمل فيه كده مش هتديك احسن نتيجة بس ممكن تساعدك شوية او ممكن تعمل بها حاجة تفيدك في التكتشورينج ممكن تكمل عليها ممكن تكون بيز للشغل بتاعك تاخدها صفتور تانية يتشتغل بيى لان هو في نواقات كويسة في نواقات ضيفة زي ما حشرحنا موضوع البوليجينز قبل كده فهو زي براش مو هو كل اعتماده كله في اي حاجة في شغله على موضوع البوليجينز دول حتى لو انت بتا لو هتلون طبعا انت متوقع انما هترسم بفرشة تشوف خطة يعني مش مش بكسليتئت كده و مش بالشكل ده لان زي براش بيعتمد على البولي جنصفة حتى هي اسمها بولي بنتنج ان هي بترسم على البولي مش بترسم على تكتر ماب لو الالفاظ دي جديد عليك ان شاء الله برضو هنشرحها في المستقبل الفكرة ان انت لو بتحاول ترسم هو بيرسم على لو انت ملاحظ او اكنه بيرسم جوه البولي مش بيرسم يعني انا بحاول اسم بالبراش هو بيرسم هنا بس حاط لو رسمت بحاول عمل خط هو بيلون لما الماوس تيجي الكورسر بتاعي والماوس بتاعي يجي على البولي او لان هو مقسم ده موضوع طويل اه لو زودنا شوية في البولي كاونت اللي هي السبديو فيجن احنا كنا جيبنا سرياتها بكده هتلاقي ان بدأت ممكن تشوف تفاصيل اكتر كل ما زود اقدر ارسم اكتر كل ما زود عاد فهو انت ممكن تعتبر ان البولي جون دي كل البولي جون هي البيكسل بتاعته في الموضوع التلوين فكل ما كانت البولي جونز اكتر يعني مسلا الجزء هنا في اكتر اه لو شوفنا الواير فريم هنا اكتر من هنا ان احنا محتاجينها حاجة ليها على قبل بيكون هنا في اكتر اه لو احنا شوفنا في هنا اكتر او الواير فريم هنا اكتر من هنا فهنا فاحنا هنا ممكن تشوف حاجة بتحصل هنا مفيش اي حاجة تقدر تشوفها اه حتى باقينا برضو مهما ان احنا اكترنا هنا هتلاحز ان الموضوع برضو بكسلاتي هنا باين شوية فهذا اي لو قعدنا نزود نزود يقدر نشوف حاجة دلوقتي ممكن نشوف ده النتيجة اللي انت ما توقحها بس لما كان الموضوع كان بالمندر ده فانت ممكن دلوقتي لو تتلاحز معي لعني كل ما هنزود كل ما هنزود التفاصيل تقدر تزيد نفس الفكرة بالضبط اللي كان بدي يحصل في عملية الناحط فهيا دي ليها قوة انها انت بترسم على الموضل بتاعك على طول مش محتاج تضيع يعني مش محتاج ترسم على حاجة زي ما كنت بنرسم الزمان على فوتوشوب كنت بتضطر ترسم على حاجة زي كده انت مش شايف انت بترسم فين ومش عارف ولازم بكل شوية تروح البلنامج تري دي تشوف اللي بيحصل بترجع تاني طبعا كل الحاجات دي محدش بيام كده دلوقتي مع برامج زي ماري او اي برامج شبه الموضوع ده اا كو ثري دي ثري دي كود اا يعني اا من بقى النقطة الضعف في الموضوع ده ان انت عندكش ليرز مسلا يعني مش زي فوتوشوب انت ممكن عندنا الليرز بتاعتنا ان مسلا لو رسمت حاجة هنا يعني مسلا زي فوتوشوب انت عندك ليرز انت مسلا لو بترسم حاجة بعدين تقدر ترسم على تانية مسلا ده المناظر احنا حاجة بتاعتنا طبعا عندك اللي هي الشفافية ممكن تتحكم فيها ممكن تتحكم في اللون كل اللي هي انت اللي انت متوقعها من برنامج بيرسم اا تغير اللون مسلا تعمل له تعمل له اي حاجة الحاجات المتوقعة في برنامج رسم ما تقدرش تعمل كده في زيبراش هو خلاص اللي ترسم اترسم عن بتاعتك لاما ترسم فوقيها لاما يعني بقتي هو ده مش شفاف ده مرسومة على لون ابيض عايز تشيل فانت بفوت ترسم بلون ابيض تاني عليها ده اللي عندك عايز تحط لون احمر عايز تمسح تاني بترسم بلون ابيض فوقيه فده مش موضوع عملي متأكده مش عارف تشتغل كويس بس ممكن لو محتاج حاجة بسرعة تفيدك في الشغل ممكن نتكلم في الموضوع ده قدام شوية زيت ممكن تستفيد من زيبراش في النقطة دي اا نقدر نعمل كده حاجة تانية ممكن نتكلم فيها الموضوع الواكم والماوس والتابلت والكاسة دي اا طبعا لو انت هتلاحز واحنا بنلون او بنرسم هتلاحز الموضوع ده اللي هي بتاعت هتلاحز بتاعت اللي هي الحاسسية بتاعت الالم اللي انت بترسم به فانت لما بترسم بالراحة بيديك خط رفيع وخفيف لما بتدوس جامد بيديك خط ادخل فده بيحاكي الالم الطبيعي الالم الرصاص او الالم الجافة او اين كان فده بيديك برضو حتى في التلوين او في النحت ان انت بتبقى ايدك فيها تحكم انت مسلا عايز ترسم حاجة اا قوية طبعا بتدوس جامد عايز تاسم حاجة خفيفة تبقى تشتغل بالراحة قوة الضغطة بتاعتك بتفرق وانت وانت شغال فده بيفرق لو بقيت يعني هبدأ اشتغل بالماوس مش هتلاقي الموضوع ده خالص ما فيش بقى بالراحة وجامد هو الموضوع ضغطة واحدة مهما حاولت هتلاقي الموضوع ضغطة واحدة اا طبعا لو انت عايز تشغل ماوس يعني هتبدأ بالماوس وتجرب لو انت او مرة تجرب حاجة ده كده الموضوع مش هيبقى بنفس السلاسة بتاعت القلم بس انت ممكن تشتغل بيها لو انت لسه بتجرب ببرينامج ومش عارف انت كنت اصلا عايز حابب تشتغل عليها او لا اا كنت بقول ايه الفرق بين ان تكون محتاج تشتغل على زي براش لحاجة للبرودكشن او حاجة ليك اا حاجة مش للبرودكشن يعني الليستريتور او او اا فده هاي ده ده كان موديل كنت عملته قبل كده اا حاول اشرح عليه بسرعة ايه الفكرة اللي انا قصد بها لو شفنا موضوع هنا هنلاقي ان المش هنا كله بولجن صغيرة كلها قد بعض وتحسن هي زي شبكة متواصلة مش زي الموديل بتاع الولد ان هو لي مزبوط عشان العين والبق والحاجات دي لان زي ما احنا قلنا محتاجينها مسلا اا ده يعني زي برضو اللي كنتكلم عليها بتفيدنا بتفيدنا في ان احنا نقدر نحرك لو الويش مسلا او الايد اللي احنا كنتكلمني عليها من شوية نقدر نعمل ملامح الويش فانا اقدر حرك الويش بشكل ان انا برضو ما بواصل المش بتاعي اا انا يعني بالحاجات دي وبتفيدني في اللي كنتكلمنا عليها من شوية لو شفنا هنا هلاقي الموضوع ده ما اقدرش اعمل كده مش يفيدني في الريجة في الانيميشن بس ده لي نقطة قوية تانية نقطة قوية جدا اا بتفيدك في سرعة شغلك ان انت اول حاجة لما بتشتغب بالاسلوب ده اا سيستم في زي براش اسمه دايناميش او دايناميك مش ان انت مش لازم تشغل بالك بكمية والحاجات دي كلها مش محتاج تشغل بالك بعدد وهي موجودة فين وتعمل او كده وده غالبا بيفيدنا في المتكون بتعمل سريعة او حاجة مش محتاجها يعني مسلا لو انت بتعمل الكائن ده وعايز تغير فيه بسرعة فانت بتيجي هنا ومسلا مش خلاص انت مش محتاج مش محتاج الودن مسلا مش محتاج ابنا فممكن تيجي بسرعة تشيل كل الحاجة دي وبرضو لو الناس الان ان انا بشرح بسرعة انا مش بشرح انا بدي فكرة عن البرنامج وكل حاجة هنرجع نشرحها بالتفصيل اا مسلا مش محتاج الكلام ده مش محتاج الممكن نشيل ده خالص من هنا بعدين اا ببعدين اعمل كل ادت اللي انا عايز اعملوا اي ادت جديد هنا بعدين باكتيفيت ال苦 الدينامش بيعيد بناء manera يدينى قبل اكتر ان انا اضيف تفاصيل يعني ما قد كان لسى كده واشرحنا الى موضوع بولجون ده لو حاولت اعمل تفاصيل هنا انا مفيش بولجونز كفاية ليه ده انا اقدر احط عليها تفاصيل. لما هاكتيفيت داينميش تاني. وهيعيد بناء اللي مش بالشكل ده. هيبقى عندي تفاصيل اقدر اشتغل عليها. فدي سريعة جدا. اكنك بالزبط شغال على يعني الناس اللي الناس بتحبه اللي هو ديشتال كلي. اكنك شغال على طين سلصال. انت بتضيف الحاجة بتشيل بتزود بتنقص بتعمل كل حاجة. ومش محتاج تشغل بالك خالص بالموضوع ومش والحاجات التكنيكا دي. حتى لو انت بس انت عايز تعمل حاجة بسرعة وبحيس انت مضيعش وقتك في التفكير في الحاجات دي. فممكن تشتغل كده وتيجي وبعدين تيجي في الاخر تحول الموضوع يعني لو انت عايز في الاخر تموض له بشكل كويس. بترجع تموض له تاني. بالشكل اللي نحنا كنا بنشرحه على موضوع الطفل. فانت غيرنا الابجيكت خالص. غيرنا في كل حاجة. ومش مهتمين بقى باي بوليجون زي بوليجون فين رايحة فين احنا بنشتغل وخلاص. النتيجة النهائية مثلا بعد ما متخلص كده لازم تعمل له عشان تقدر تشتغل به في البرودكشن. ده الاسلوب الوحيد والناس شغالة به لحد دي. في حاجات تانية عملا تطلع جديدة بس لسه الناس مع مش يعني شغالة بالاسلوب ده المتعارف عليه. زي ما قلنا بلكده الجميل اللي هو اسمه النتيجة النهائية للموديل فانا بعد ما اشتغلت الموضوع ده كان لازم عشان اقدر اعمل ريندر له في مايا مسلا نعمله بالشكل ده هتعمله العملية دي اسمها ريتوبولوجي او ريتوبو ده ده الاقتصار لها ان انت بتعمل ريتوبولوجي في التعيد يعني بتعمل بس بالعكس بدا ما كان يعني انت نحته بعد كده عملت له مش بدأت مش بدأت ان انت هتعمل له بعد كده هتنحت عليه هيكون بالشكل ده هنا برضو حاولتها امشي بنفس الاسلوب انه بقى فيه عندنا كفاية لان هو هيتحرك مسلا او هيتحبقه او اي ان كان مسا عشان قده يتحرك قبل كده مكنتش قادر اعمل كده لان هو زي من كان لو انت فاكرين كان عبارة عن شبكة معقدة من التفاصيل المش مزبوطة نفس الموضوع بقى في كل حتة ان انت محتاج تتني اتحرك اي حاجة ده يفيدك الشغل معاها احسن ونفس الموضوع يفيدنا في يفيدنا في يوفي ويفيدنا في كل بروسيس وغير انه يفيدنا هو ده اصلا الاسلوب اللي انت لازم تشتغل به اه طبعا نبدأ نتزود تفاصيل نزود اه اقصد نزود اه البولي كونت عشان اقدر احط تفاصيل نفس الفكرة بالضبط احنا قد نتكلم فيها قبل كده انه وانا هنا ما اقدرش اعمل تفاصيل خالص لان هو بيشغال على نقطة واحدة مش قادر يحط تفاصيل بس كل ما زود اقدر دوقتي احط تفاصيل اكتر اه طبعا دي نسخة قديمة من الفايل بعدين بعد ما زودت معظم التفاصيل هيبقى حاجة زي كده كل ما تزود اكتر تزود اكتر تزود اكتر تقدر توصل لنتيجة زي كده اه طبعا ده هيحصل زي ما احنا بكلمنا برضو بطلعه من هنا باللورز بتاعنا خالص اللي هي النسخة دي يطلع بالشكل ده يروح ماية كل التفاصيل دي بتطلع اه اللي احنا عدينا عليها بسرعة كاشرحناها بسرعة عشان نفهم ايه فكرة وازاي بنتعامل مع من زي براشت مع البرامج التانية اتمنى اكون قدرت تقدي فكرة سريعة اتمنى نكونش طويلة لهو ايه زي براشت وبنستخدمه في ايه اه بيشتغل ازاي ايه فكرته وازاي بنتعامل معاه مع البرامج التانية اه ان شاء الله الاول درس هنبدأ على طول بقى يعني لو كنا ازاي ازاي مني نبدأ نعمل وننحط مع بعض على طول حاجة بسيطة نعرف ازاي بندوس على ايه ازاي بس كنت حابب قدي فكرة عشان نعرف احنا ايه البرنامج اللي احنا ندخلين عليه ده وما يكونش في ايه افكار مختلطة قبل ما نبدأ نشتغل فيه اه طبعا لو في اي حاجة مش واضحة ياريت تسألوني وانا تحت امركم في ايه وقت شكرا جدا